اشتركوا في القناة ونوات عمل كده قاعدة يعني حتى جمع ثروة ليشتري بها بيتا ولكن انا في السيارة نسيت المبلغ وضاع المبلغ الآن شوفوا هذه القضية اذا اتفقت لواحد مني ذخيرة العمر كلها ضاعا كيف تتلقى انقل لكم نموذج مقابل تاجر هذا بالكتب مكتوب قسر في تجارتي فكر انا البيت اللي عندي الاثاث اللي عندي الى متى اتمكن اعيش به ابيع الاثاث شيئا في شيئا واعيش فكر فكر قدر انه فكر وقدر فكر ان هذا الاثاث اللي عندي والاشياء تتمكن ان تؤمن حياته الى عامين كاملين بعدين فكر بعد العامين شنو انا التاجر اذهب واتكفف اجلس على قارعة الطرقات ماذا افعل بعد عامين على اثر هذا التفكير الشيطاني هذا التاجر راح وانتحى حتى بعد عاميا لا يتكفف مو معلوم واحد الى بكرة هو حاي ميت الله مغير الاحوال مبدل الاحوال اذا ضاقت بك الاحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فكل خطب يهون اذا توسل بالنبي وكم امر تساء به صباحا فتأتيك المسرة بالعشي ليش تحمل هم المستقبل ايش في اللحظة الحاضرة شنو يصير بعد الان ماذا تفعل شنو وظيفتك صلاة قم صلي نوم قم نام بكرة شنو يكم من الكلمات المنقولة عن المسيح على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام على ما اتذكر اللهم خبزنا كفافنا اعطنا اليوم خبز اليوم فكر بي بكرة شنو انت شعلك بكرة منو قال اكو بكرة منو قال اكو غاد هاي الصور الذهنية هي التي تخنقنا وتعصرنا وتحطم حياتنا وتجعل حياتنا مرة فاكبر جاني على الانسان هو نفسه هو الذي يحطم نفسه هو اللي يدمر نفسه هو اللي يشقي نفسه احنا جايين ثمانين عام في هذه الحياة ستين عام سبعين عام حتى نعبد الله ونذهب حياتنا نقضيه بهذه الافكار المتشائمة السوداوية واحد يمشي في خياته يعبر ليتوقف يخطط طبعا اما انه يدمر حياته ويدمر اعصابه ويدمر زوجته اكو بعض الافراد يدمرون زوجاته اول ما يجب الى البيت وجهه مكفهر ما ذنبه بهذه المسكين المرأة اول ما زوجها يدخل تواجهه بالعبوس والكل هاي الصور الذهنية هاي الحالات النفسية هي التي تدمر حياتنا وتشقينا حتى بعد عامياً ليذهب يتكفف وبعد عامياً انتحر وبعد مؤثر وانتهت روح انتحر مثلاً يعني اذا يريد ينتحر اما لاحظوا هذا الخطيب العام حفظه الله يقول اجي وكأنه كل شي ماكو امضيع حصيلة العمر كل شي كأنه لم يحدث شيء هو سضاعس شنو فدعوته الى الغداء فبقي وتغدى وكأنه لم يحصل شيء وبعد الغداء نام نوماً عميقاً لكي لا تأسوا على ما فاتكم امير المؤمنين صلوات الله عليه خاطب ولديه ولا على ما اتذكر ولا تأسف على شيء منها منها يعني من الدنيا زوية عنكم راح الأمل بالله في قضية في سفينة البحار مذكورة ما اريد اذكرها ذلك الرجل قال وَأَبْقَيْتَ لِي فِيكَ طُولَ الْأَمَلِ يَا بَارُّ يَا وَصُورُ الله سلب مننا نعم عظم النعم سلبت ولكن الأمل لم يسلب قلب المؤمن عامر بالأمل في الدنيا والآخر حتى بالآخر موسيقى